بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ دلوقتي نتكلم عن economic equivalence طبعا كلمة equivalence معناها المكافئ يعني ايه المكافئ يعني لو فرضنا مثلا ان ال interest rate بتساوي 10% فبالتالي لو انت هتسحب الان 100$ الميت دولار دول يعد له ان انت في نهاية السنة يعني بدل ما سحبت الان عند time بيساوي 0 هتسحب في نهاية السنة مبلغ بيساوي المية مضروبة فيه 1 و 1 من 10 فبالتالي القيمة بتاعتها تطلع ب110 وبالتالي نقدر نقول ان المية و 10 دي هي القيمة المكافئة للمية بس طبعا المية و 10 دي في نهاية السنة والمية في بداية السنة فبالتالي بنقول ان القيمتين دول عبارة عن economic equivalent لبعض عند interest rate بتساوي 10% وطبعا من فوية حساب economic equivalent ان احنا بنقدر نقارن بين مجموعة من المشروعات او مجموعة من الoptions يعني انا مثلا في المسألة دي عندي هنا two options option A و option B option A بيقول ان انت ممكن تاخد الان طبعا لان السهم الفوق فاتفقنا ان السهم الفوق معناها سحب يعني معناها انك هتاخد فلوس فهنا بيقولك انك ممكن تاخد في البداية عند time بيساوي zero مبلغ 20 الف دولار وفي نهاية السنة العشرة تاخد 50 الف دولار طبعا لو احنا جمعنا الاثنين هيطلع 50 الف زائد 20 الف فتطلع القيمة بتاعتهم بتساوي 70 الف انما الoption التاني بي بيقول ان انت مسموح لك انك تاخد في نهاية كل سنة مبلغ 8 الف لمدة 10 سنوات فبالتالي لو جمعنا التمانية لمدة 10 سنوات هيطلع ان مجموعهم هنا بيساوي 80 الف فطبعا زي ما هو واضح كده ان التمانين الف اكبر من السبعين الف بس طبعا انا مقدرش اقول ان التمانين الف هي الافضل لان الازمنة بتاعت الكاشف له مختلفة فبالتالي علشان نقارن بين التو اوبشنز دول محتاجين نحسب الايكونوميك اكويفلنت لكل اوبشن منهم وبالتالي هنختار الاوبشن اللي هو ليه اكبر ايكونوميك اكويفلنت ايبا دي كده ببساطة فايدة حساب الايكونوميك اكويفلنت وهنطبق ان شاء الله عليها بمجموعة من المسائل وكنا تعلمنا ان احنا لو عندنا present value عند time بيساوي 0 وعايزين نحسب لها future equivalent او future value المقابلة لها بعد n من السنين فكنا بنستخدم القانون ده اللي هو ال f بتساوي ال p مضروبة في 1 زائد i percent interest what is the equivalent worth of two thousand forty two now يبقى قال لي ان المبلغ ده هو الان فبالتالي عند time بيساوي 0 وبما انه محدد ليش الاشارة بتاعته فانا بافترض ان هو بال positive وبعدين قال لي five years from now يعني عايز equivalent value ليه المبلغ ده بعد خمس سنوات فطبعا بما ان المبلغ ده عند time بيساوي 0 فده هنسميه present وهنرمزله بالرمز p والمبلغ اللي هو الاكويفلنت ليه اللي في الاخر لانه في الفيوتشر هنرمزله بالرمز f وبالتالي علشان نجيب ال f هنطبق فيه القانون اللي شوفناه من شوية اللي هو ال f بتساوي ال p مضروبة في 1 زائد i اس n والن هنا طبعا بيه خمسة فبالتالي هنعوض بيه هنا ال n بخمسة وال i بتمانية من مية هنعوض عنا بالشكل ده تمانية من مية وبعدين هنضربها فيه قيمة ال p وعلشان نعرف نحسبها ازاي تعالوا كده نحسبها بالحسبة كده بسرعة اتنين صفر اربعة اتنين فيه ونفتح قوس واحد زائد تمانية من مية وبعدين نقفل القوس وبعدين نضغط هنا قس ونكتب خمسة وبعدين نضغط يساوي هتطلع القيمة ب تلات الاف و سبعة و تلاتين من مية اللي هي تقريبا ب تلات الاف دولار اللي هي نفس القيمة اللي طلعت هنا يبقى بالتالي نقدر نقول ان التلات الاف بعد خمس سنين يكافؤ الفين اتنين واربعين الان لما يكون الانترستريت بساوي تمانية في المية وبالتالي نقدر نقول ان الالفين اتنين واربعين الان يكافؤ تلات الاف بعد خمس سنين امتى لما تكون القيمة بتاعتها بتمانية من مية زي ما شفنا فيه المسألة وبالتالي تبقى قيمة alsoى الـ Equivalent Value زي ما شوفنا من القانون أنها بتعتمد على عدد السنوات وكمان بتعتمد على الـ Entry Straight فبالتالي لو كانت قيمة الـ Entry Straight بـ 6% هتبقى الـ 2042 بعد 5 سنوات بتكافئ بث 2733 إنما لو كانت الـ IP 8% زي ما حلنا في المسألة هتطلع الـ Equivalent Value في الفيتر بتساوي 3000 وطبعا لو قيمة الـ I زادت عن 8% وبقت مثلا 10% هنلاقي ان قيمة الاكويفلنت فاليو في الفيوتشر زادت عن 3000 واصبحت 3289 وبالتالي بقى كل ما قيمة الانتري ستريت بتتغير هتتغير معها قيمة الاكويفلنت فاليو